وخليني ابتدي بالتساؤلات هود فين الأداء وفين الزنديجة وفين يا كافتن الحشين؟ فين يا كافتن؟ ماليناش حاجة بصراحة طب ويبع كده؟ يعني بص هو كان متواقع كان متواقع؟ طبعاً أولاً المنتخب ده برضو الفترة الأخيرة مفيش أي تجمعات تعملت مفيش أي يعني مفيش أي معسكرات خالص تعملت قوامل المنتخب اللي شفناه هو أهلي زمالك مثلاً واحد أو اتنين من بيرامدز اللي هم أقل واحد إسماعيلي أكثر فرق وجهدت خلال الموسم الشاق والطويل وبالذات الأهلي وبالذات الأهلي طبعاً وهو طبعاً القوامل أكبر من النادي الأهلي في المنتخب العيبة مجهدة جداً طلعة من موسم صعب بطولات مطلحقة كان بقى ناقص كمان بقى حتة المنتخب كمان بعدها على طول ما فيش فترة حتى للراحة يعني خلصوا آخر مباراة في الدوري ضرب ضرب ده ده بقى نتلعني مفيش وقت كافي أو خرصة كافية لوجود معسكرات لأن حتى تصريحات كابتل حسام البدري الشخصية بعد انتهاء مباراة عنجولة قالك أن مفيش تجانس ما بين اللاعبين هو حتى مش مسألة تجانس هو المفروض دي لعبت منتخبه ولعبه مع بعض قبل كده يعني أنا حتة التجانس دي أنا محبش أقولها كتير زي ما يقولك مثلا لعيب محترف جاي للنادي الأهلي ولسه برضو عايز فترة عشان يبقى تجانس اللعيبة السوبر اللي على مستوى عالي جدا جدا بيبقى خلاص هو نزل لأن الكرة ما بتختلفش والتحركات والحاجات دي فحتي التجانس إنما هو ممكن ما يكونش لحق يقولهم حاجة يعني أقصى حاجة هيقولها خلال محاضرات حاجات نظرية إنما في الملعب مفيش حاجة تقدر آآ تتعمل زي بقولك الإجهاد مع اللعبة مش يعني احنا عمرنا ما شفنا منتخب مصر ولعب طويل عمرنا ما شفنا منتخب مصر على أرضه فأول يمكن عشر دقايق كان مضغوط وكان ممكن يتغلب أول عشر دقايق يعني كان في آآ ضغط جامد على النادي على المنتخب وإحنا في الآخر بنتكلم على أنجولة وبنتكلم على الجابون يعني مفروض ان دي فرق خالص وأضعف من غيرها اللي إحنا كنا بنلعب معهم بقوة انت عارف حتى تحس إن يعني أنجولة يعني جاية عارفة إنها بقى بتلعب منتخب مصر وحاجة قوية ومنتخب مصنف وطبعاً أنجولة حاجة يعني بالتصنيف يعني ما يعني جرأت من البداية وبتلعب لغاية ومتحررين وفيش ضغط عليهم وبلعبوا وكان في عدم توفيق بالنسبة لهم يعني النتيجة ممكن كانت تطلع يعني حاجة تانية وكان هيبقى مشكلة لأن دايماً البداية باية المشوار وخصوان على أرضك بتبقى محتاجة تلاتة بونت وهو أحسن ما حصل فيه المباراة اللي فيه تلاتة بونت الأداء ممكن يتحسن يعني أنا متوقع النهاردة ممكن الأداء يتحسن شوية لأن إضافة محمد صلاح النهاردة ممكن يعني يعني المباراة بتاعة مصر اللي فاتت كان يتناسب معها أو طريقة الأداء وجود محمد صلاح عشان كورة طويلة في المساحات تلات منزل بس للأسف إحنا كنا بنلعب طويل عشان مجهدين محدش عنده القدرة إن هو يسلم ويستلم ويتحرك ويعمل فكان لعب ما يكون مجهب بيلعب كورة طويلة وكده أعتقد إن النهاردة إحنا محتاجين دي بقى محتاجين تقفيل كويس قوي في نص الملعب يبقى فيه تقفيل كويس قوي وعندك سرعات بقى محتاجين تسرعات لأن طبعا الجابون بعد النتيجة اللي عملتها مع ليبيا ومفيش ولا نقطة معها دلوقتي لازم إنها تعود على أرضها لأن النهاردة بإذن الله لو اتغلبت ممكن تبقى بعدة عن السباق لأن السباق برضو مش طويل قصير وراح جاي كده في السريع فممكن النهاردة يبقى طبعا يعني مطش صعب بالنسبة لهم وهيبقوا ضغطين من البداية عشان يقدروا يعملوا حاجة وفي نفس الوقت دي هتدي منتخب مصر المساحات المطلوبة لصلاح وشريف طبعا لو كان هيبدأ أنا معرفش طبعا حسام في دماغه وإيه موضوع التشكيل ممكن اللي بقى نتكلف فيه طبعا إنما الأداء اللازم بقى فيه تقفيل كويس قوي عشان ما يجيش فيك جون في البداية بداية المطش يقلب لك طبعا الحاجات اللي في دماغك اللي انت ممكن تعملها زي بقولك يعني موجود محمد صلاح لعيب كبير مصنف عالميا مش هيمسكه فرد واحد من انتخب الجابوني لازم فيه واحد ماسك واحد طبعا بيغط عليه فده ممكن يعمل خلخلة ويخلق مساحات لمحمد شريف أو مصطفى طبعا محمد لو هيلعب اشتركوا في القناة السرور